وفد مراسل تلفزيون العربي أن مروحية عسكرية تحمل جنوداً مصابين تحط في مستشفى رنبم في حيفة قادمة من الشمال وهذه صور خاصة بتلفزيون العربي لنقل الجنود إذن كما نتابع في هذه الصور الخاصة بتلفزيون العربي مروحية عسكرية تنقل جنوداً مصابين تحط في مستشفى رنبم في حيفة قادمة من الشمال إذن تأتي هذه التطورات بتزامني مع إعلان حزب الله عن توغل قوة إسرائيلية في بلدة العديسة وقد تصدى لها المقاتلون في هذه المنطقة التي تقع في قضاء مرجعيون ترجمة نانسي قنقر